اشتركوا في القناة مع غروب شمس يوم عرفة موعد يتأهب فيه البحر متلحفا لاستقبال ما تجود به ايدي الاطفال من اضاح في سلة خضراء مزروعة كانت في حوزتهم مدللة تراث عريق عرف بالحيابية في صحبتها اناشيد خاصة راسخة في الذاكرة وطقوسها معتادة متمثلة في مجموعة اطفال بصحبة ذويهم ملقين بالحيابية الى ابعد مسافة ممكنة لهم في البحر حقا تراث يستحق الحفاظ عليه الى يومنا الحالي بتمثلا بالمهرجانات السنوية المقامة ليطل علينا مهرجان التراث الحيابية من المحرق نحن اليوم طبعا محافظة المحرق بما تملك يعني من ارث من تاريخ يعني ما تنسى ابدا تقاليده وعاداته وامورها اليوم مناسبة حقها الاطفال ذلين اطفالنا وحتى العوائل انا نشوف العوائل اكثر بعد الكبار يأيين اليوم نحتفل مناسبة الحيابية يوم نسمينا يوم التراث في المحرق وهذه طبعا يعني ما بيانا اشرح لأهل البحرين الحيابية لا عارفينها وعارفين تقاليده وامورها هذه الاحتفالية تعد جزءا من التراث الاصيل الذي يسعى من خلاله الاهالي زرع الموروث الشعبية في قلوب ابنائهم منذ الصغر حتى يتنقله الاجيال جيلا بعد جيل احنا اليوم يأيين نحتفل بالحيابية مع محافظة المحرق وانا حراست ان انا ايب عيالي ثلاثة عشان نحنى هذه الحيابية وما تندثر اذا احنا وقيرنا ما حيناها اكيد بعمرور الوقت راح تندثر عشان شذي احنا اليوم حراستنا ان احنا انييي ونشارك محافظة المحرق هذه الفعالية الحلوة والهادفة واللي عيالنا لازم يعرفونها من الان ويوارثونها حق عيالهم الفعالية وايد حلوة فيها الجو الحار لكن انا اتشوف ان الاقبال وايد عليها والناس يأيين من كل مكان اتشوف ناس من مناطق ثانية مبمن لمحرق بس بعد يأيين وكل هذي هدفهم ان احنا نحن نحنى ظاهرات الحيابية وفعاليات الحيابية هذي الفعاليات اللي قاعدة تصيرها الحين يعني تشجع عيالنا قبل احنا كنا نسويهم في البيت نربيهم ان ينقطهم احنا لا يسوي المهرجانات عشان ان عيالنا يستنسون عشان الموروث الشابي ذي نوارث حق عيالنا بطريقة حلوة ان هما يستنسون لنيون هما هني اليوم ميت استنس رح تقطيت الحيابية احب احافظ على تراث البحرينية تضمن مهرجان يوم التراث الحيابية على مشاركة من الاسر المنتجة وصاحبتها اجواء من الفرح والاغاني والاهزيج التراثية خلال رمي الاطفال للحيابية على شاطئ البحر فهكذا يجد الصغار على شواطئ البحر الدافئة ليودع هذا اليوم بكل سرور ونعاوده في الاعوام القادمة بلهفة المشتاق الحيابية موروث الشعبي تحيي فيه العائلات الخليجية عما هذا الموروث والعائلات البحرينية خاصة لتعزيز مفهوم الاضحية لدى الاطفال ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر